بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي سنقوم بدراسة تغيرات الدلة كوس التي سوف نتعلم في هذا الدرس حول مجموعة الدلة كوس وقابلية الاشتقاق والمشتقى ودور هذه الدلة وشفعيتها أي معناها الزوجية أو فرضية ومحور تناظرها وجد دول تغيراتها ورسم نحنها البيان إذن ننطلق على بركة الله في الأول الدلة كوس كما تعلمون هي معناه لما تكون أف لإكس تساوي كوس ماذا؟ كوس الإكس هنا أبنائي أولا سوف نتحدث عن شيء الذي هو إذن عندنا هنا الدلة الكوس لاحظوا جيدا إكس يقولينا إذن الدلة كوس ما هي الدلة؟ إذن معرفة لاحظوا جيدا على وقابلة للاشتقاق على ماذا؟ على كل مجموعة الأعداد الحقيقية هذا هو الشرط الأول إذن يعني معرفة من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية لأن قلت المجموعة التعريفية على محور الفواصل ليس محور التراتب هذه النقطة عليكم ناهتمام بها كذلك ودلتها المشتقة دلتها المشتقة كما تعلمون أبنائي عندنا الدلة كوس الإكس لاحظوا لما نشتقها حسب القاعدة دائرة المثلثية لن نتعلم هنا لاحظوا هنا الدلة كوس ها هي هنا لاحظوا جيدا أفوا عندنا الدائرة المثلثية من هنا عندنا السينيس وهنا عندنا الكوس وعندنا الناقص سينيس وعندنا هنا الناقص كوسينيس ألا في الاشتقاقية علينا أن نتبع هكذا هذا الاتجاه معناه مشتقة دل الكوس هو الناقص سينيس ومشتقة دل السينيس لاحظوا بهذا الاتجاه تصبح هي الكوسينيس هذه أمور عليكم معرفتها أبنائي وهكذا يعني تابعوها بهذا الاتجاه مشتقة ناقص سينيس هو الناقص كوسينيس ثم مشتقة ناقص كوسينيس هو السينيس وهكذا لهذا سمي الدول دورية معناها تبقى تضر في هذا الحيز فقط إذن هنا قلت مشتقة تهم هذا تصبح تصبح تسوي لنا ناقص سينيس الاكس لاحظوا جيدا إذن ومشتقة ها هي أمامكم ناقص سينيس الاكس الآن لو نلاحظ جيدا إلى هذه المشتقة أولا أين تنعدم أكيد سوف تنعدم عند ماذا؟ عند الصفر عوضوا بالصفر يعني تصبح ناقص سينيس الصفر ما هو؟ هي هو الصفر لاحظوا جيدا وتنعدم أكيد عند ماذا؟ عند الـ لو نقل ناقص سينيس لاحظوا الـ كذلك هو الصفر لكن بما أن هذه الدلة سوف نتعلم عن خواصها نلاحظ جيدا أولا لو نأتي إلى دلة سينيس لاحظوا هنا الصفر ركزوا هنا حتى تعلموا أبنائي الصفر وهنا بي على إثنان أكيد سينيس الصفر كم؟ هو الواحد وسينيس بي عفوا كوسينيس الصفر هو الواحد وكوسينيس بي على إثنان هو ماذا؟ هو الصفر لو تأتي ونأتي إلى هنا يعني نلاحظ هل هكذا بهذا لاحظ هل الآن الكوس ينقص أم يزيد؟ هنا كان الواحد والكوس دائما يقع على محور الفواسل هنا لو تلاحظون أصبح ينقص ثم نكمل عملية الدوران لاحظوا ها هو يزيد في النقصان ها هو إلى أن وصل إلى الصفر ركزوا ثم من هنا ها هي تكمل لاحظوا إلى الكوس لاحظوا قيمها أصبحت سالبة هل هي تزيد أم تنقص؟ لاحظوا جيدا هي تنقص لأنها ماذا أصبحت هنا ناقص واحد هنا الصفر في هذا المكان صفر ثم أصبحت تنقص 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 إذن الدلة من هذا المجال الذي هو من الصفر إلى البي كيف تكون أبنائي؟ من الصفر إلى البي الدلة الكوس كل القيم أصبحت تنقص يعني الدلة من الصفر إلى البي هي دلة متناقصة نتابع جيدا إذن ماذا قلت؟ قلت لاحظوا هنا تكون كم أبنائي نتابع هنا كم يكون هنا يكون في هذا المكان هنا كما أوضح هنا يكون واحد الكوس ثم يصبح ينقص الكوس ينقص 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 إلى أن يصبح هنا كم نلاحظ أن هنا يكون الكوس صفر يعني أصبحت كأنما الكوس تنقص لاحظوا ها هي التناقص ثم ماذا أصبحت لاحظوا ها هي أصبحت هنا الصفر هنا أصبحت قيم للكوس كيف هي إنها سالبة يعني ما زالت قيمها تنقص ثم أصبحت تزيد في عملية لاحظوا النقسان هكذا هكذا إلى أن وصلت إلى البي إلى البي كم تكون تكون القيمة التي هي ناقص واحد هكذا إذن ماذا نمكن أن نقول نتابع أن الدالة الكوس من ماذا من الصفر إلى البي هي دالة متنقصة سوف نلاحظ إلى خواصها كيف تدرس هنا أردت أن أوضح لكم هذه الأشياء إذن نتابع عندنا خواص أو من خواصها الأساسية أولا في الخواص الأساسية أبناء نتابع هنا للخواص عندنا هذه الخاصية الأولى من أجل كل إكس من آرها من جمع التعريفية فإن لاحظوا إكس زائد إثنان بي وماذا وكوس إكس زائد إثنان بي تساوينا كوس إكس كوس إكس زائد إثنان بي تساوينا كوس إكس ما معناها نتابع جيدا لو نأتي إلى الدائرة المثلثية حتى تتعلم أبنائي لأن هذه الكوس والسينيس لها علاقة كبيرة مع الدائرة المثلثية لاحظوا جيدا لو نأتي الآن ونقوم بتعيين هكذا تعيين زاوية معينة إذا سمينا هذه الزاوية هي الإكس لاحظوا أبنائي لو نأتي ونأتي بتدوير يعني من هنا بالزاوية بي إلى غاية هذا المكان ملاحظين لكن هو قال كم إثنان بي نتابع لاحظوا لاحظوا إثنان بي اللي هي دورة كاملة رجعنا إلى نفس الزاوية ما معناه رجعنا إلى نفس الزاوية معناه كوس الإكس هذه الزاوية زائد دورة كاملة إثنان بي هي نفسها تبقى لنا إذا كانت هذه القيمة هي الكوس للزاوية بعد إثنان بي تبقى نفسها هي الكوس إكس يعني لم نقول كوس إكس زائد إكس زائد ثلاثة بي لا قلت إثنان بي إذن ماذا يمكن أن نقول على هذا الإثنان بي نقول لاحظوا جيدا ماذا سوف نقول نقول هذه الخاصية تابع جيدا إذن الدالة كوس دالة كيف هي دورية دورها إثنان بي إذن يكفي دراستها على مجال ماذا من ناقص بي إلى بي يعني من ناقص ثلاثة فصل أربعة عشر إلى ثلاثة فصل أربعة عشر على محور الفواسط إذن الدالة كيف هي دورية الأمر الثاني ما هو الأمر الثاني أبنائي نتابع نتابع كذلك عندنا خاصية الأخرى من أجل كل إكس من أر فإن ونقص إكس من أر فإن كوس نقص إكس يساوي كوس إكس هذه لو نلاحظ هذه الخاصية لمن ما هي الدالة إذا قلنا F لناقص إكس يساوي F لإكس هذه خاصية ماذا لو تتذكروا أبنائي هي خاصية الدالة كيف هي الزوجية ربما سوف نلح أن نوضح ذلك على بائرة المثلثية لو جئنا الآن أبنائي وقمنا بتعيين زوية هنا ونسميها هذه الزاوية ناقص إكس هذه ناقص إكس لاحظوا إلى الكوس كوس الزاوية إكس هو على محور الفواصل هو هذا هذه الزاوية لو نلاحظ جيدا كوس ناقص إكس هو نفسها منطبق لهذا قال كوس الناقص إكس يعني الزاوية السالبة هذه بالاتجاه السالب تساوي كوس الإكس معنى نأخذ مثال كوس ب على 4 يساوي لنا كوس ناقص ب على 4 هي الزاوية 45 درجة لهذا هذه الخاصية يعني للدلة الكوس إنها دلة زوجية إذن بما أن الدلة زوجية إذن هذه الخاصية ثانية اللي هي دلة زوجية شفعية الدلة الزوجية ما هي خاصيتها أنها تقبل محور الفواصل كمحور الترتيب كمحور تناظر لها ليس كمركز تناظر إنما محور تناظر نتابع إذن الدلة الكوس دلة الزوجية أي منحناها البياني يقبل حامل محور الترتيب كمحور تناظر هذا هو شرطها يعني لو نأتي إلى هنا إلى هكذا عفوا نأتي إلى هذا المعلم إذا قلنا أنه هذا هو النقطاء هذا المحور إذا كانت من هنا مثلا هكذا يكون متناظر هكذا على هذا المحور لهو محور الترتيب الذي أوضح هنا باللون الأسود الآن بعدما قلنا أن الدلة من الصفر إلى البي متناقصة قلنا أنها زوجية قلنا دورها إثنان بي يعني يكفي دراستها من ناقص بي إلى بي فقط قلنا محور الترتيب هو محور تناظر لها هذا هو الأمور التي عرفنا على ما بقيت لنا الآن غيرتها أو جدول تغيراتها في جدول تغيراتها أبنائي نلاحجي قلنا يكفي دراستها من ناقص بي إلى بي على محور الفواصل معناه من ناقص 3.14 إلى 3.14 نتابع جيدا بالتقليد ها هي أمامكم الـ هذا محور الفواصل هذا هو محور الفواصل هو قيم التي تكون على محور الفواصل من ناقص بي إلى بي ثم دورها سوف نتحدث عن كيفية الرسمة نتابع جيدا ها هي المشتق السيونيس أين ينعدم ينعدم عند الصفر ها هي أمامكم وقلت هذا أن السيونيس ينعدم عند الصفر من الصفر من الناقص بي إلى بي كيف تكون دلة تكون متزايدة ومن الصفر إلى البي إذا قلت من ناقص بي إلى الصفر تكون متزايدة ومن ماذا ومن الصفر إلى البي تكون كيف هي متنقصة يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لو نأتي الآن إلى الزاوية إلى هذه قلنا هذه المشتقة اللي هي سيونيس الإكس السيونيس لو نلاحظ جيدا هنا من الصفر إلى البي على إثنان من قلت من الصفر إلى البي على إثنان تكون متزايدة ها هي الدائرة المثلاثة حتى توضح لكم الأمور لاحظوا لم نتحدث عن ناق السيونيس لاحظوا إلى السيونيس ثم نتحدث عن ناق السيونيس معناه هنا من الصفر ها هو الصفر وتزيد نلاحظ أن قيمها تصل إلى الواحد السيونيس هنا يكون الواحد من الصفر إلى البي على إثنان تكون متزايدة لكن لا تنسوا أنه عندنا ناق السيونيس الإكس معناه تعكس معناه من الصفر إلى البي على إثنان تكون متناقسة وهنا نلاحظ جيدا لو نكمل مسير هكذا كيف تكون تصبح أنها متناقصة لكن لاحظوا بما أنها متناقصة هكذا في السينيس لأن قيمها هنا تكون واحد ثم تصبح هنا الصفر لكن بما أنها ضربت في الناقص تصبح من هنا هذه الناقص السينيس كيف هي؟ تصبح متزيدة لا أتحدث عن السينيس إنما عن ناقص السينيس يعني أعكس كل شيء لهذا كيف تصبحها هي كما ذكرت لكم إذن هنا من الصفر إلى البي على إثنان لاحظوا هنا قلنا تكون متناقصة وكذلك من الناقص P إلى الصفر تكون متزيدة لهذا لاحظوا جيدا كيف تتم العملية ها هي الصور الصور أن الكوس تنطلق لو نأتي إلى جدول التغيرات ونقوم بعملية المل ناقص P ما هو الكوس؟ الكوس هو ناقص واحد وعندنا الصفر كم يكون؟ يكون الواحد وعندنا الكوس البي يكون ناقص واحد تحدث قلت عن إشارة لاحظوا جيدا هنا حتى يعني ها لم أتأهون ما هذا الشيء الذي كنت أشرحه فيه عن إشارة المشتقة أما القيم التي تأخذها الدلاء لاحظها هي أمامكم هي التي هنا بالأسهم الحمراء حتى يعني لا تختار لكم الأمور أبنائي الآن بعد ما قمنا بتعين جدول التغيرات سوف نأتي الآن إلى الرسم في الرسم هنا علينا أن نتابع جيدا كيف تتم العملية تابعوا سوف نقوم بتصغيرها كذا حتى تتضيح الأمور ثم نبدأ أولا بما أن نأتي أولا إلى ها هي أمامكم الدلاء كيف هي؟ الدلاء زوجية يعني الأو يصبح هو محور تناظر لاحظوا من الصفر لاحظوا من الصفر إلى البي الدلاء متناقسة ها هي أمامكم الدلاء كليا متناقسة ها هي لاحظوا جيدا إلى غاية هنا لاحظوا أعيد ها هي أمامكم لاحظوا هكذا كما هنا أوضح بلون آخر ها هي باللون الأخضر إلى غاية هذا المكان من صفر إلى بل هي ثلاثة فاصل أربعة عشر يكون ها كذا أبناء ثم ماذا قلنا؟ قلنا أنه الـ Y محور تراتيب Y-Y-Fتح هو محور تناظر هذا هو الـ Y-Y-Fتح هذا هو محور تناظر معناه يكفينا أن نناظر المنحنى على محور التراتيب ها كذا أبناء لاحظوا كل شيء يناظر كل نقطة أصبحت تناظر 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 إلى غاية هذا المكان لاحظوا ها كذا ها هي قد ناظرنا سوف نناظر من هنا ها كذا أبناء فقط ثم كذلك تكمله من هنا ويمكن إكمال من هنا لكن الدور قال هو من ماذا؟ من ناقص P إلى غاية الـ P هذا هو الدور يعني يكفي دراستها من ناقص P إلى P فقط أما الآن لاحظوا ها هي متزيدة ها هي أمامك متزيدة ثم أصبحت كيف هي متناقصة وتحدثنا على إشارة هذه العبارة قلت السونس من الصفر إلى P على إثنان تكون متزيدة لكن لما تضرب في الناقص تصبح متناقصة هذا لحتى التوضح لكم الأمور هذا عن المشتقة أما الدالا الكوس يعني من الصفر إلى P قلناها أنها تكون كليا متناقصة وضحت ذلك على على الدائرة المثلثية الآن لو طلب منا أبنائي أن نقوم برسم المنحنة ليس من ناقص P على P بل على R يعني معناها لو كل محور ترتيب على محور الفواصل هكذا بدون استثناء هنا يمكن إنجاز أو إجراء انسحاب على محور الفواصل هذا الإنسحاب يكون ذي يساوينا كا في إي هذا الإنسحاب يكون يساوينا كا في إي حيث هذا الكا هو عدد كيف هو عدد صحيح ما معناه؟ معناه نتابع جيداً ما هي أمامكم؟ الرسم هنا تم تصغيره إذن ها هي هي في الأصل كانت من هنا ومن هنا ثم نقوم مرة أخرى بي نجراء انسحاب هكذا يصبح هكذا ويكمل هكذا وهكذا كذلك من هنا هكذا وهكذا وهكذا ثم تبقى هكذا تذهب هذه الدلة إلى المالة النهائية ما هو الانسحاب؟ انسحاب هو قلت كا في إي يعني على محور الفواصل فقط نأتي هنا لما نسحب من هنا إلى هنا الكا كم زدنا؟ زدنا بواحد ثم في إثنان ثم ثلاثة ثم ويصبح ينسحب ومن هنا في هذا الاتجاه يأخذ الكا ناقص واحد ناقص إثنان يعني في الجهة السالبة لهذا قلنا عدد صحيح لم نقول عدد طبيعي ولم نقول حقيقي لأن يمكن السحب على محور هكذا باتجاه السالب كما يمكن السحب على اتجاه المجب فقط إذن ها قد تعلمنا أبنائي على الدلة الكوز كل خواصيها اللي هي أنها معرفة على R قابلية الاشتقاق والاستمرارية على R المشتقة قلنا أنها هي ناقص سينس الـ X دورها هو إثنان B الشفاعية إنها دلة زوجية محور تناظرها اللي هو Y-Y-Fتحة جدول تغيرتها قلنا أنه متزايد ثم متناقص ومنحنا على البياني درسناه من ناقص B إلى P لكن قلنا يمكن إنجاز إنسحاب على محور الفواصل اللي هو يعني شعاعه وكافي نعم كافي في E فقط كما أتمنى قد أعجبكم الشرح وزوروا موقعين اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين لكي يصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا